الواحد فينا بس يبتلها بأي حاجة في الدنيا تليعم باليقول ليه يا رب عشان يا رب وشمعنا يا رب ويفضل ليه يا رب ليه يا رب بدل ما ينشغل بالحاجة اللي المفروض يعملها المفروض يعمل ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلب يألم بكم سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى أمروا انه يدعو قومه فيروح ويدعو قومه ويقعدوا يذكرهم بربنا مفيش يتوعدهم بالعذاب مفيش فسيدنا يونس يدخنق ويداق ويخرج من وسط قومه في ربنا سبحانه وتعالى يبتليه وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه خرج غضان من قومه فاكر أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيعاقبه بهذا الفعل فربنا سبحانه وتعالى يعاقبه يعاقبه بالضيق يلتقي محوت فسيدنا يونس ما يعودش ما يقول ليه يا رب عشان يا رب وشمعنا يا رب ده نناب يا رب ده ندعيتهم يا رب مفيش فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لجأ لربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى اللي بلجأ له بينجيه تعشوا لي يا رب عشان إيه يا رب وفين يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لما بيبتلينا بيبتلينا عشان نركعه في واحد قال لي كلمة حلوة أو يخدها مني أنت كمان كده وحطها كده كتبها قدامك وخليها أن كل واحد مننا يونس لما بنبعد عن ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بحوت الحوت ده حوت ضيق في الرزق ولا في الزواج ولا في الحاجات اللي بتحصل لنا الله أعلم أنهي حوت هيبلع واحد فينا وكل حوت له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خليه على لسانك أول ما تبتلى ويلجأ لربنا ما تبهتش عنه تمام لا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابع عشتاج السلامة لعلي كل الفيديوهاته قبل ما تنساش تعمل لك فيديو لايك لصفحة الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب ولعايز تدعني لبيترينا نحط لك لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك اول كومنت على اليوتيوب في الديسكريبشن على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنساش تعمل شيرها السلام عليكم